تصدي لأكبر هجوم تشنه أوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء الصراع قبل أكثر من عامين عززاء الجيش الروسي قواته في المناطق الحدودية المتاخمة لأوكرانيا ودفع بتشكيلات عسكرية جديدة لتلك المناطق وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف قال أن موسكو شكل ثلاث مجموعات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في المناطق المتاخمة لأوكرانيا وبحسب وزير الدفاع الروسي فإن تلك المجموعات العسكرية سميت على اسم مناطق كورسك وبليغو رود وبريانسك ومعظمها على تماس مع أوكرانيا في المقابلة علنت كييف أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب ميدانية جديدة في منطقة كورسك بعد أسبوعين من التوغل غير المسبوق لتلك القوات في الأراضي الروسية قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيريسكي أكد أن قواته تقدمت لمسافة تتراوح بين 28 و35 كيلو مترا في كورسك وسيطرت على 93 تجمعا سكنيا وفي أوكرانيا شهدت جبهة القتال الشرقية تقدما روسيا واضحا خلال الآوينة الأخيرة ووصف الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي الوضع بالقرب من بوكروفيسك وتوريتسك في دونيتسك بالصعب فيما تحدثت تهيئة الأركان العامة الأوكرانية عن 14 اشتباكا قتاليا في المنطقتين منذ بداية يوم ثلاثاء من جانبه قال الجيش الأوكراني أن روسيا ترسل قوات إضافية إلى منطقة بوكروفيسك التي شهدت أعنى في المعارك في الآوينة الأخيرة وفي وقت سابق علن الجيش الروسي سيطرت على تجمع نيويورك السكني بمحيط توريتسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا ووصفه بالمركز اللوجيستي ذي الأهمية الاستراتيجية